السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله راح يكون فيديو جديد من قناة جنتي في الأرض النبتة اليوم راح تكون نباتة العنكبوت طبعا معروف بنباتة العنكبوت بيجي منها ماشاء الله ألوان في عنا اللون اللي بيكون الأبيض من المنتصف وفي عنا اللون الأبيض اللي على أطراف وفي نوع بيجي أخضر كامل طبعا نزارع ماشاء الله الثلاثة مع بعض ومنظره كثير حلو زراعتها كثير سهلة وما بتحتاج كثير تسميد ولا بتحتاج أساسا عناية اكثارها سهل جدا نقول بسم الله ونعلمكم كيف راح نزراعها إنها يشتلة بسم الله أحمر رحيم راح تلاقوا تحتيها بهذا الشكل خلفات شايفين هاي الخلفات بيكون من الخلف شايفين هاي النقط هاي النقط اللي هي مكان خروج الجذور تمام بسم الله الرحمن الرحيم اكثارها ممكن يكون عن طريق الخلفات او عن طريق البذور 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 وين بتكون بتكون بعد ظهور الوردة بهذا الشكل شايفين هاي اللونها اسود طبعا انا شلت البذرة بعرفش اذا فيها بذرة هسا خلينا فرديكم هاي البذرة تبعتها شايفين أو شكل لا هاي شايفين هاي بذرة العنكبوت هاي هيك خلصنا إن شاء الله من كيف اكثارها هاي رحز راح إن شاء الله اه نيجي على اكثارها بسرعة سهل جدا بدناش نطاولي الفيديو منجيب المقص بسم الله هذا المقص تبعنا وين نيجي للخلفي هاي اللي بدنا نزراها نيجي منقطعها من هون بسم الله تمام هاي اخدناها هي وش روشة بدكم تشيلوا الورق هاذ بتشيلوه بتكم مش تشيلوه براحتكم أنا بدي بفضل اشيلو عشان ما يعفن معي ومناخد هاي الشتلة ومنحطها هون هاي جهزناها بسم الله هذي كاسة كوب ومن تحت منفقب زي ما انتم شايفين بسم الله منحط لطراب بهذا الشكل لطراب هذا خليط بين الطراب بيني وبتموس لو زرعتوها في أي طراب بتطلع ما شاء الله عينها قوية جدا هاي ما تخاف عليها اهم شي انه ما تزقوها كثير اذا سقتوها كثير انا بضمن لكم تموت بسرعة هاي شايفين هاي الجذور منقليبها بهذا الشكل بسم الله ومنحطها هيك ومنتفشها شوي لتحت وسلامتكم هيك انزلعات منجيب المي هاي ماي ومنرطبها الترطيب طبعا اول سقية بتكون سقية قوية بعدين خلاص بنسيبها يعني اسبوع عشر تيام بدون سقاية بتكون شرشات باذر الله وهاي هيك صار عندنا نبات عن كبوت جديد تمام التسميد سهل جدا كل شهر منسمدها مرة عشرينات معلقة واحدة كبيرة منحطها على لترين مي ومعلقة صغيرة من الحديد دياب تخلطوهم مع بعض او كل واحد لحال فرق يومين او ثلاث ايام بناتهم انتو حرين يعني الثنين واحد بزبط طبعا بالشتاء ممكن تسميدها بالزبل ولان انا بالاساس حطتها في الخارج مش داخل البيت وممكن تحطوها داخل البيت قريب من شباك او اناره علي الفيديو كان اليوم ان شاء الله يكون قصير واعجبكم اذا اعجبكم طبعا حطولي لايك لا تنسوا تحطولي لايك لانه عشان نرتفع الفيديو ويصير في مشاهدات شاكل لطفكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته